تحياتي وأهلا وسعلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي برشلونة اللي بتجيكم مني أنا محمد عواد بالتعاون مع برشلونة نيوز في زمن غريب في زمن عجيب بتشوف برشلونة بيلعب 45 دقيقة شوت كامل على فكرة واحدة بس أعطي الكرة على الأطراف وإرمي الكرة على العرضيات واللي يصير يصير الله يسترها يا رب يجي تحادل فكرة غريبة عجيبة بيستسلم لها المدرب بنزل بك مهاجم وأنا مش فاهم ليش آه لازم يبدل تبديلات كلها مش لازم أبدا بدك تعمل شيء احترم على الأقل أرث الفريق الموجود معظم اللاعبين بتشوفهم متصالحين مع الوضع السيء معظم اللاعبين بتشوفهم متصالحين مع وضع الخسارة زمن غريب في بعض بوادر الأمل لما تشوف أراوه بقلب شجاع من أول دقيقة لآخر دقيقة بمواقفه الدفاعية ممتاز بالواحد لوحد ممتاز بالتغطي بالأساس بالدفاع ممتاز لكنه مش مدعوم كفاية إعلاميا كان يحتاج مثل هذه المباراة اللي يظهر فيها قدش هو بحب هذا الشعار قدش هو مستعد يلعب عشان هذا القميص وبالزمن الصعب وبالوقت الصعب أنت ما بتدور على مدافع بيعرفه مرر بس وما بتدور على عيب تستايل بتدور على ناس على الأقل ترفض الخسارة لأن الظروف صعبة والجودة محدودة والمدرب محدود أيضا فالخسارة لازم ترفضها بعقلك قبل ما ترفضها بالملعب أراوه هو المثال على النوعية اللي يجب يفكر فيها برشلونة بهذا الموسم لعد ما يرجع عملية البناء حتكون آخر مباراة لكومان وكان لابورتا حيقول يا أخي نندان وندخل مشاكل مالية ولا ندخل المشاكل نفسية ومعنوية مباراة بتيجي بعد خسارة بارمينيخ بشكل سيء للغاية المباراة اللي كان فيها برشلونة مستسلم مباراة بتيجي بعد أخبار كثيرة عن إقالة كومان تفريق في غرفة تغيير الملابس نتيجة هذه الأخبار وتوتر وعدم ارتياح على الوضع فكانت مباراة اليوم مصرية كان المفروض تفوز فيها عشان على الأقل اترجع حافلت الفريق للطريق الصحيح ولو سارت ببطء لكن النتيجة حرفت الطريق أكثر الأداء والأفكار اللي قدمت ما كانت أداء تخليك تنبسط إنه الفريق تعادل وما بصير كمشجع برشلونة أحتفل بالتعادل أهم غرناطا في ملعب شفنا تشكيل أساسية فيها أراوخو إرقاسيا في قلبين الدفاع على اليمين دست على اليسار عم بياخد بالدي فرصة وفي خط الوسط كمال أسماء متوقعة روبرتو بلعب مع دي يونج مع بوسكتشو في خط الهجوم بنشوف كوتينيو بياخد فرصته كأساسي بعد غياب طويلة على الجنح الأيسر يوسف ديمير على اليمين دي باي بلعب مع كل الظروف الصعبة اللي حكيت عن هذا اللقاء جاء شيء خلى الموضوع كثير أسعب هدف تراخب افتكاك كرة على الطرف بتروع عرضية تغطي غلط توقيت سيئ تيجي الهدف الأول بعدها بعشر دقائق بس نفس اللقطة تقريبا دست هذه المرة مش عم بيكون عنيف بما فيه الكفاية مش عم بيكون خشن بما فيه الكفاية وبسمح للاعب غرناطة يلعب كرة عرضية ولولا التوفيق لاج كان في هدف ثاني بعد عشر دقائق على الأغلب كان حينهي المباراة اليوم بشكل كامل شوط أول سيئ تماما باستثناء أخر ثلاث دقائق وتهديدات كانت عم تيجي من الكرات الثابتة وأنا حكيت في الحلقة الأولى من هذه الموسم من سلبي برشلونة إنه واضح في شي تغير برشلونة هجوميا ودفاعيا من حيث الكرات الثابتة يبدو إنه كومن لما شاف لمصيبي بخروج اللاعبين قال لك الأمل أروح على الشي التقليدي الكرات الثابتة واليوم أثبت مرة ثانية إنه الرجل يبدو إنه نهجه في المشكلة الآن ليس الابتكار بل التقليدية لما تشوف بيك مهاجم ولوك دي يونغ وتصير اللعبة عبارة عن كرات داخل منطقة الجزاء ليش وكيف مش مهم المهم تدخل شي جيد تفكر بتقليدية زي الكرات الثابتة زي ما حكيت لكن مش جيد أبدا تكون فكرتك الهجومية تماما هي فكرة تقليدية لأنك تدرب برشلونة أسوأ شي ربما في دوران الكرة في برشلونة اليوم اللي استحوذ كتير إنه دوران بطيء ممكن نشوف فيه سرعة بس هو الدوران بطيء لأنه الكرة عشان تيبشي لقدام بدها وقت مش هي آه بتدور أسرع لكن الكرة مش هم تتحرك للأمام وتقليدي ومقروء وأسوأ شي في الموضوع كان إنه مقروء إنت عارف شو هيصير عارف ديونغ لم تطلع أرض الملعب خياراته واضحة واحد اتنين لعبة غرناطة مش هم بيتفاجئوا الابتكار محدود اللاعبين اللي بيبادروا بالكرة نحو العمق ونحو منطقة جزاء كان يوسف ديمير ببعض المواقف الباقين لا بتشوف لعبين كثير خلال الشوط الأول قريب من منطقة غرناطة لكن الخطر غير موجود لأنه زي ما حكيت الخيارات الأفكار الحركية بدون كرة كانت محدودة الفريق كان كثير متأثر معنويا وذهنيا بوضع المأساوي اللي عم بيعيشه بعد مباراة بايرن ميناء وقبل ما يخرج بالدي شفناه بلعب أكام من دقيقة كان مواضح الارتباك عليه جدا اللاعب يعني شايبي ظرف صعب بمباراة صعب ذهنيا زي ما حكيت بعد بايرن والظروف الغير يعني فيها من عدم التركيز حاليا على الكرة لما يمسك الكرة لمسته تقنيته تحس انه كويس بس طبعا اللي بتشوفه منه مع الارتباك هذا أعتقد مع غياب المنظومة بجهته تماما أعتقد الرهان عليه لازم يكون ربما بعد موسم اثنين مش الآن مش الآن صعب جدا أشوفه يتطور الآن حيفاجئني جدا لو قدري خلي جمهور برشان يقول لعبوه الآن لأنه كمستوى أعتقد عنده شيء بس أعتقد بده وقت ينزق له والوش شوط الثاني شوفنا حالة حالة غريبة مع دست دست بالشوط الأول على اليمين كان لعب بيخليك ترتبك انت كمشاهد دفاعيا متردد هجوميا ما في عنده إلا لمس لمستين وبيحاول ينطلق انطلقات مقرؤة تماما لما رأى اليسار يتحسن كثير لما رأى اليسار أوكي عرضياته ملهاش علاقة بالعرضيات أنا هذا مطلوب منه يعني واضح الفلسطة اليوم ببرشلونا اللعب عرضيات قد ما تقدر إما منفوز بالكرة الأولى أو الثانية هذه الاستراتيجية بس اندفاعه طلعته بالكرة حتى ركبته كانت أوضح من اللي على اليمين ربما يكون المسألة لها علاقة باللعب اللي ملعب ضده على الخصم وربما تكون بمسألة انه لما تحطه يسار بيشعر بأريحية معينة بنتيجة تحرك وهو تلاعب وما بيعرف هذا الشي عن نفسه يعني ربما هذه هي القصة ببساطة ممكن شي بيحتاج انه يتجرب مرة ثانية في مباراة مهمة ثانية في مباراة عادية مش اخذ دقيقتين ومباراة محسومة عشان ربما يكون هو فعلا عنده شيء يكون ظهير ايسر افضل من ظهير ايمن لانه بالنسبة لظهير الايمن اعتقد دست خيب كثير ضن من الناس اللي توقعوا منه شيء حتى اليوم اما كوتينيو فدخل بعد غياب طويل بعد اصابة طويلة طبيعي جدا نشوفوا اللعب المستحي الخجول اللي جفناه اليوم بالشاطر اول هو اكثر المهاجمين خبرا اليوم كان بالثلاث الهجومي لكن كان اقل واحد فيه مطالب ان الكرة اقل واحد فيه محاولة لتجربة حظه بتزديده او انطلاقه حتى لما راه على النص ما تغير كثير شيء فكان لابد ان يخرج فنزل جافي زي ما شفناه لكن نرجع نحكي انت مطالب تصبر على كوتينيو مطالب عشان راتبه مطالب عشان هو اللعب الوحيد اللي ممكن يفيدك بالنحية الابداعية في خط الهجوم لو قدرت تستعيد شيء من مستوى انت مطالب تغامر فيه مش مطالب تستسلم بسرعة مع اي لاعب عندك الان وفي ظل انه اراوخه كان النقطة المضيئة الاوضح من حيث القتالية والرغبة والعزيمة حتى اخذ لحظة حتى سجل التعادل كان يوسف ديمير في بعض المواقف لاعب جيد على الكرة جيد عنصر مبادرة جيد شخصيته جيدة لكن اعتقد هو مثل كثير لعبين في برشلونة عم بعانوا انه افكارهم الهجومية كثير محدودة الجماعية مش الفردية الفكر الجماعي الهجومي في برشلونة مش واضح اللاعبين كيف يربطوا مع بعض وكيف يتحرك هذا وكيف توصل ديباي للمرمى مش واضح ما في شي واضح في برشلونة من اول الموسم ديباي كان عم بيسجل بس ما في شي بيخليك تقول البرشلونة حعمل 1-2-3-4 عشان يحط ديباي بموقف هون او حعمل 1-2-3-4 عشان يحط الظهير الايمن بموقف واحد لواحد هون ما عنده هذا الفكر حتى الان شيء يعاب على كومن بشكل صريح وبين الشوطن شفنا خروج سيرجي روبرتو المهزوز تماما بعد اللي حصل معا بعد مباراة بايرب يونيخ ونزول لوك دي يونغ لوك دي يونغ لما نزل انتهت كورة القدم بالنسبة لكومن واصبحت كورة القدم عبارة عن العب كورات زي ما حكيت لاخل منطقة جزاء وكان الهدف يدوره عرأس لوك دي يونغ ولما جاءت الكورة لوك دي يونغ ابهرنا وفاجأنا انه ما بعرفش لعب رأسه ايضا كورات زهلة شاتها لفوق بطريقة قريبة جدا قرأت تغريدة عجبتني قالت والله العظيم لو مدافع بيحاولي شتتها كان سجلها في مرمى مع بطء لوك دي يونغ مع عدم اصلا وجود اي شي عنده ربما الا هذه الكورات الهوائية اصبح برشانهم اعتمد يكتب ثم شكنا التغيير الاغرب والاعجب اللي هو دخول بيكي كمهاجم ممكن البعض بيقول لي آه لازم يعمل هيك كومن عشان النتيجة لكن كلنا بنعرف انه فكرة بيكي مع دي يونغ في داخل منطقة الجزاء كمهاجمين هذا عجز كوراوي عجز على اللعب لانه كان لسه فيه وقت كثير لكورة القدم ربما كان احسن لسه تروح تلعب لثلاثة اربعة ثلاثة وتحرر اللاعبين على الاطراف وتحط بيكي قلب دفاع ثالث على الاقل تحسس انك انك مآمن بكورة القدم شوي لكن اللي صار كان اليوم مدرب مضغط عليه كثير اعلاميا بدوش يخسر اليوم عشان ما يلقى للليلة ففكر بنفسه فكر بخمسة واربعين دقيقة اكثر من ما يفكر بشكل نادي وشكل فريق وموسم بشكل عام ومن سوء حظ برشلونة وكومن بهذه الافكار انه دوارتي اليوم والمدافعين كلهم تعون غرناطة كانوا ممتازين بالهواء فرغم الكورات اللي حسستنا بالخطورة لكن دائما كانوا قادرين يتعاملوا معها مع هذا هدف التعادل هذا الشي خلىهم بالنهاية بياخدوا نقطة من الكامبنو برشلونة ما فاز حتى لو جاء بالتعادل برشلونة خسر كثير اليوم خسر الانطباع عنه انه فيه امل بيكورت القدم بالفترة الحالية معه فيه خسارة كبيرة لكومن امام الرابورتا امام الاعلام امام الناس اللي بحبوه او بدافعو عنه انا من الناس اللي بحب كومن مؤمن بشخصية كومن ايما هو لاعب لكن بحرجك بتقول لا لا خليني ابعد ما لافش عنه مدام هيك الرجل رايح بهذا المسار شفنا بحاول بفكرة ينزل بويغ على انه امل انه يستفيد من غضب بويغ ضده هو انه خليني اثبتلي بس طبعا الوقت ما كان عم يسمح الظروف ما عم تسمح انه اللاعبين يعطوا افضل ما عندهم لانه زي ما حكيت المنظومة كاملة ما بعد نصف الملعب فيها مشكلة كبيرة باتجاه الهجوم اضافة انه بشطر اول شفنا مشكلة كبيرة بالمنظومة باتجاه الدفاع مشكل عام جاء التعادل اراوخل هو الكاسب الوحيد في اللقاء اليوم ربما يوسف ديمير كسب شوي بدون ذلك خسر كثير وضح انه قداش هو بعيد بينه وبين التأثير على كرة القدم في برشلونة على لعب برشلونة قداش هو بعيد كثير على انه يقنع اللابورتا بشوف ده شوية شباب عم ينزلوا بس معظم الشباب اللي عم ينزلوا الان مضطر لهم كومن يعني مش انه رجل يؤمن بالشباب هو مضطر في عنده غيابات عنده فريق محبط فبالتالي بيجرب اي شي ومش شئ الوحيد الايجابي زي ما حكيت اراوخل وربما ايضا انه الفريق وصل مرحلة من النزول انه الان بيقدر لابورتا ياخد اي قرار بديو اياه والجمهور يقول له بنبصم لك على عشرة لانه الوضع فعلا محتاج قرارات شوي ثورية الاداء اقل من المتوقع الضغط اللي حصل لانك بتلعب ضد غير ناطا لو العدد فريق اخر وفكرت الفكرة زي بي كي ودي يونج في الهجوم طبعا بتكلم عن لوك دي يونج عشان كن واضحين ما حتقدر تعمل هيك لانه الاساس اليوم بهذه الفكرة انه برشلولا قدر يوصل الكرة لثلثة الاخيرة تقريبا طول الشرط الثاني ويظلوا يلعب هذه الكرة العرضية وضع اللقاء اليوم مع عوض العقلاء بايرونينيخ بصراحة محبط لكل واحد حضر الدولة الاسبانية سنوات لكل واحد استمتعب برشلولا سنوات برجع اقول الفريق حيرجع مش مش حيرجع حيرجع مش السنة هاي ممكن السنة جاي وبكرا حيكون عندنا في توب فايف على قناة سلبي سبورت ايضا اسباب انهيار هاي الامبراطورية تاعة برشلولا ومتى راح يرجع كنادي قوي في كرة القدم نصنع لنهاية هاي الحلقة كنت معكم انا محمد عواد موجود فيسبوك توتر الانستغرام والسلام عليكم ورحمة الله